السلام عليكم. النهاردة حبيت ان انا اشارككو في الكنفا. دي اكتر حاجة بعملها وببقى مستمتعة بيها. انا عارفة ان الاجيال الجديدة معظم هم معرفوش يعني ايه كانفا. كانفا اللي هي شغل الابرة. ان انا بعمل غرزة كده في اتجاه واحد. اهو. وبجيب القماش ده بيبقى مرسوم عليه. او انا برسم عليه وردة او كده. هو ده بصراحة مرسوم عليه. ماشي. فانا عاملة كزا شكل عايزة افرقكو تدخل الالوان بالخيوط. يعني انا بحبه جدا تحفة. تمام? هوريكو ايه الرسومات اللي انا عاملها. انا عاملة كزا رسمة. وهنا. ادي واحدة كمان. اهي. شايفين الغرزة معمولة ازاي? هبقى اعمل فيديو اه اوريكو بالضبط الغرزة بتتعامل ازاي? وهي لكو فيه انواع الخيوط الايه المستخدمة. وادي كمان رسمة تانية. اهي. وفيه كمان الرسمة دي. انا بحبها قوي اللي هم الكلبين دول. ماشي. وفيه الرسمة دي. طبعا هو كل الشغل ده اخد مني وقت طويل جدا. وهنا ادي. رسمة كمان. وادي. طبعا الشغل الابرة ده عمتا بيعلمنا الصبر وبيغير المود. بيخلي المود بتاع الواحد ده حلو. خلاص. بيخليه حسس ان هو مبسوط كده. وحسس براحة. وبيبقى عنده صبر. وفي الاخر بنبروز اه اما ببروز خشب او ببروز بيبقى نحاس او كده. وبتتحط اه في الحيطة بيبقى شكلها جميل جدا الرسمات دي. هعمل لكم فيديو تاني اقول لكم ازاي بالزبط الغرزة دي زي ما انتم شايفين كده. اهي انا اعمل لكم كلوز قوي عليها. بتتعمل. واح اجيب لكم واحدة لسه ما عملتهاش اعملها قدامكم. تمام? السلام عليكم.